في الحقيقة يعني مبادرتين مبادرة سياسية ومبادرة عملية رح بلش بالعملية اللي طرح علينا أحد زملائنا اللي هي أدعو الزملاء اللي قادر منهم يساعد في ابنتين لأحد الشهداء في غزة أو في الضفة ولا ما بعرف لدخول الجامعة تحتاجان إلى مساعدة زميل محمد غنائم معنا في الهون بتمنى يعني يحط طريقة اتصال على الشات لكل من يرغب في التنسيق في كيفية المساهمة وأتمنى أيضا من المتابعين والمشاهدين الذين يشعرون بأنهم مستعدون لهذا نحن بمنتدى شباب سيف القدس طرحنا الموضوع مبارح واليوم أنا أطرحه هنا لأنه الانشغال بالقضايا الكبرى ما بيحول أبدا في تحليلها وفهمها وخوض معاركها السياسية دون أن نتحمل مسؤوليتنا فيما قد يبدو أنه قضايا صغرى بس هي ليست هي الاسم الأشياء الصغيرة الكبيرة يعني هاي الحجر اللي بيسند خابي فحيث نقدر حيث نستطيع نحن بالزمان طرحنا موضوع توأمة العائلات إذا بتتذكروا يعني بين القدس وبين المجتمعات العربية والمهاجرين العرب في الخارج وهناك بعض الحالات التي تمت بناء على ذلك لكن ما عدنا تابعنا الموضوع الآن أتمنى أن تتم المتابعة وأنه اللي قادر يساهم ما بدون إحراج وبدون هذا أنا لا أطرح الآن الموضوع للنقاش فقط أنا أقوله هو طريقة التعامل تتم كلنا منعرف بعض وسهل التواصل بيناتنا ممكن على مجموعة الواتس أب نرجع نتابع الموضوع المبادرة السياسية في الحقيقة بدأت في هذا المنتدى عندما تحدثنا استجابة للنداء اللي أطلقوا الأستاذ معان بشور والحملة الأهلية لنصرة سوريا في وجه الحصار بترتيب زيارة تضامنية مع سوريا تعبيرا عن المساهمة في فك الحصار لأن مبدأ الزيارة هو إعلان أننا نرخب أن نعتبر سوريا محاصرة أن نعتبر الزيارة إلى سوريا ممنوعة وبالتالي نحن نذهب إلى سوريا لنقول نحن ضد الحصار لماذا هل أعمل على سوريا؟ لأننا نحن راحين على إذا مش بها الجولة في جولة ثانية في جولة ثالثة أولا وأخيرا القلعة التي سيدور حولها تدور حولها التطورات الكبرى ستكون سوريا الأوروبي إذا بده يبلش يعترف بالتحولات سيبلش من سوريا التركي إذا بده يبلش يتموضع على قاعدة معادلات جديدة بده يبلش من سوريا الحكومات الخليجية إذا بده تعبر عن اندفاع ثانية نحو قوى المقامة بعد اندفاعتها الأولى إثر هزيمة حربها راح تفتحت سفارات ودعية سوريا إلى القمة العربية لكن ما حطوا إرش بسوريا وما تجرأوا على تحدي قانون العقوبات بمشروع واحد إذا فيه اندفاع ثانية سوف تكون نحو سوريا وبالتالي نحن لازم نظل منتبهين أن نحيط سوريا وأن نحطضن سوريا وأن نقول لسوريا أنها كانت ولا تزال وستبقى كما هي قلب العروب النابض هي قلب محور المقامة النابضة فهذا له معنى اقتراحي كان بحكم أن المبادرة جاءت من منتدى الشباب شباب سيف القدس وعم يسأله فأنا قلت لماذا لا تكون كل المنتديات يعني منتدى شباب سيف القدس ومنتدى سيف القدس والمنتدى التفكير الاستراتيجي ونطلق الدعوة لجمهور المنتديات ولأصدقائهم وللمشاركين معهم ولمتابعيهم رأم المية هو الحد الأدنى اللي هو مش صعب ورأم الألف اللي هو رأم معقول وغير مستحيل علينا أن نتحرك بينهما بين المشاركين ولذلك أنا اقترحت موعد مش قريب قلت لما لا نفكر بخمسة تشرين أول فنكون في السادس بيوم ذكرى حرب أكتوبر لنضع إكليلا من الورد والغار على ضريح الجندي المجهول تحية للجيش العربي السوري ثم نحيي ذكرى كوفان في يوم سبعة بنوع من مؤتمر نوع من الآن نشوف بعدين الأفكار كيف تتطور ونضع برنامج بسوريا ثلاث أربعة أيام فيها زيارة لحلب زيارة للساحل فيها إحياء حفلات فنية فيها تسوق ومساهمة بشراء واقتناء عدد من المنتجات السورية ثم نأتي إلى بيروت زيارة إلى المعلم السياحي العسكري للمقاومة متحف مليتا وإذا تسنى لنا أن نعقد نوعا من التشاور هلأ في زملاء كانوا عم بقولوا نعمل مؤتمر للمنتدى أنا ما باستخدم هذا التعبير لأننا مش عم نهيكل يعني مش عم نعمل إطار تنظيمي بس فرصة نشوف بعضنا ونتعرف أبعض عن طرب بشكل شخصي لمن يستطيع من هلأ معه وقت اللي راغب لنخليني يكون صريح يعني إذا حدا راغب وشاعر بأهمية الموضوع عم نقول بعد خمسة شهر يعني بعد أربعة شهر فيه وقت فيه وقت كافي بين خمسة واثنعش وثلاثة عش يعني أسبوع بأعتقد كافي من نظم في كل فعالياتنا هلأ للتفكير ولمن يرغب أن يكون في لجنة التنظيم هلأ معنون لللي راغمين بالمشاركة طبعا في كتار بلشوا بيعتنلي على الإيميل أنهم راغبون أنا أدعو إلى تشكيل لجنة التنظيم ولا أرى مانعا أن تكون من عشرين ومن ثلاثين لأنه رأيي هاي اللجنة هي لجنة تعبئة يعني هي مش بس لجنة لوجستية هي اللجنة اللي بدا تحكي وبدأ تجمع وبدأ تقنع وبدأ هذا فما في مانع ولازم يكون من الأردن أربعة خمسة من تونس أربعة خمسة من الجزائر من مصر فبيطلع العدد ثلاثين خمسة وثلاثين فليكن شوال مشكلة بتصير لجنة مصغرة بتنسق لكن هاي على الأقل تجتمع في الشهر مرة لتضع التوجهات الأساسية وتراقب سير العمل التحضيري أنا هذا اللي عندي لليوم أضعه بين أيديكم وأختم مداخلتي بسلامنا المعتاد سلام القدسي لكم وعليكم